اشتركوا في القناة في هذا الفيديو سننظروا على جوج النقاط كتخص الرئيس الجزائري عبد المجيد مرحبا بكم اخوتي اخوتي في الفيديو جديد صراحة هذا الفيديو لم تكن بغيت نديره في يومين هذه ولكن نظرا التطورات الجديدة والتسعيد اللي يجب من الرئيس الجزائر لابد نرد عليه انا عارفه كيتفرج في اليوتيوب المغربي لماذا نعيط عليه الرئيس يكون الرئيس الرسمي او المؤقت او المعترف به او الغير المعترف به هذا ليس الشأن ديالي انا كمغربي انا بالنسبة لي هو الممثل الوحيد والاول دي الجزائر وبما ان الشعب او الحارك ما تعرضوش في التدخل ديالو هو والحكومة ديالو في شؤون مغربية واحتى اكبر المعارضين ديالو في اليوتيوب مع امرو معارضوا في التدخل ديالو في شؤون ديالنا فهذه القضية هذه كتدل على انه موافقين التوجه ديالو لمعادة المغرب والدعم ديالو لمشروط البوليزاريو فليه حق الرد كأي مغربي كده فعل البلاد وصحابنا خوة خوة وبركة من الفتنة سيروا قلوها لحكامكم وما تقولوه لنا هنا الخوة هي الديها في دارك وما تطلش على الدار ديالي من شرجم والفتنة هي تضربني بالحجر ومنين نقول اي تقولي براكة من الفتنة ما نقع بالضبط؟ قال لك الحكومة الجزائرية استدعت سافير جزائر ملك الديفور لتشاور وسحب السافير يدل عادة على تصعيد من دولة ضد دولة اخرى ومحاولة الضغط عليها المهم كثرة الصافعات خلات موظف الجنرالات والمخابرات يحاول انقذ بعض الماء الوجه ديالو بعد تصرف هذا والغاباء هو انه منذ عاد بخروبة كانت الجزائر والممتلين ديالها والاعلام دياله والشعب الجزائري الاغلبية يقولون في المحافل ان الجزائر لا دخل لها في قضية الصحراء وان المشكلة كانت في الامم المتحدة ولكن مؤخرا اكدوا للعالم واحد طريقة غريبة ان القضية رعى بالمغرب وبالجزائر وان الجزائر هي من تتحكم في المرتزعة وكل احترامي للمغاربة المحتجزين في تندوف الممنوعين من الرجوع للصحراء انتم مخوتنا ونحبوكم وربي معكم وان شاء الله ستفك الأسر ديالكم المهم الجزائر في القلة التجربة السياسية بينات انها متنقضة فالتصريحات تتناقض مع تصريحات اخرى وكيف مما تنقوله خرجات او خرجات رأسها من الروند اللي كانت دائرة لها وذلك الوهم اننا نحن غير مصدفة اللاجئين ونحن ما كنت خرج في القضية ما هو السبب الذي خلال الدبلوماتية الجزائرية توصل لدرجات سحب السافير من القضية المهم كيف مما عرفته بعد ما افتح الكود ديفوار القنصرية دياله في جنوب المغرب خرجات الجزائرية جزائرية بوحدة سرعة فائقة تندد وكتشجم على الكود ديفوار وكتقول ان هناك منافي القوانين الاتحاد الافريقي القوانين دي الامم المتحدة ولات الجزائر الدولة الوحيدة اللي كتدر باسم الامم المتحدة والغريب ان نحتشي دول اخرى من كسدر من غير اي بوحدة اللي كتنقذ وكتدرات صريحات وكتنديدات وتقول بحل الكود ديفوار حلات القنصرية في القبائل ماشي في جنوب المغرب ومؤخرا مدينة العيون الحبيبة عليها كل العيون يعني الناس سوف يموتوا بالحسد وبالفقصة وصوف يموتوا ماذا سوف يديروا وصوف يقول لدتو حتى تخبط عجيب ووحد سؤال يطرح نفسه بخار روبا قال شحال هذه نحن مع فلسطين ظالمة او مضلومة وتقريبا كل شي في الجزائر تقول نفس المقولة نحن مع فلسطين ظالمة او مضلومة علاش الجزائر مستدعات السافي الجزائري اللي كان في امريكا فاش امريكا فتحت صفارة ديها لف القدس لان ذاك الصفارة تفتحات القدس صفارة عند اسرائيل يعني دونالد ترامفتح الصفارة في اسرائيل في القدس واعتبر القدس عاصمة اسرائيل والجزائر مسحبات السافير ديالا في حين انك تسحب السافير ديالا لان الكود ديفوار حلت القنصرية ديالا في جنوب المغرب ولك تزول كتاف غير على دول جنوب افريقيا الى عند ذاك قناعة ومبدأ فاخذك تتبقوه في هالحالات مع الكود ديفوار مع امريكا مع روسيا مع قطر مع الموزنبيق مع المغرب مع اي دول جنوب تتبق نفس المبدأ ونفس القناعة وكن كنت ودرتوها في ذاك شيء اللي ترامب وفي فتحات القنصرية ديالا او السفارة ديالا في القدس فهذا انكون انا من اللولين اللي غنصفق لكم وغنحييكم على الشجاعة ديالا ولا تصرف لكن ممكنش تديرها مرة هكا ومرة لا مرة هكا يعني هناك تدير سياسات الكلبي مكيالين في تجاه المغرب وكتأكد مرة اخرى ان العقدة التاريخية ديالك هي المغرب هناك نشطان فرحوا وهو ما يتغبنوا مساكن وعطي بعدها تحقيق المصير غير لذلك الناس اللي يدوروا الحراك ويقول لك بغينا مدنية ما بغيناش عسكرية كيخرجوا كل ثلاثة وكل جمعة ونسبة صويت اللي كانت زم كارثية يعني كل حال العدد المصويتين يصوتوا عليك المهم الجزائر الشعب ديالها اللي يدعم انا كنعود نقولها الجزائر والناس اللي يدعموا هاد السياسة سعروا صافي مقاش كيف يفكره صافي يقول له هبلوا هبلوا كما تقول الجزائري اما الاحرار فتحياتي لهم من هذا المنبر يكونوا قلالوا لكثار ما سوقش ولكن اي واحد اي واحد معانا ركعت عبر خونة اي واحد غي يقول لك السحراء غربي يسميتو مكين لخاواء لخاواء لا تشي حاجة المهم لاش سعروا سعروا لان وزير الكوديفور من العيون رفض تدخل السافر للجزائر في سياسة البلد وقال انهم احرار وقال لهم نيشان في الاعراف الدبلوماسية لبلادنا لا نقبل تقديم الدروس والمواعد في السياسة ولا نقبل تدخل اطراف اخرى في قراراتنا السيادية مع دول حليفة كالمغرب يعني كما تقولون نيشان عنده الصح انت السعب اعائلتك مع فتاة ربئة وتنجحها وولدك في الحبز قادية كوكاين وزيد شنودرتي فاشكنتي وزير عند المالك بوتفريقة لمدة 20 عام فما تجيش تعطي الدروس للمغرب او الكوديفة كما تقولون في الجنب الرئيس الجزائري يقدم الولاء للمخابرات الجزائرية والجنرالات خاصة ان الجنرالات تجيش اقترب ويصفوا الحسابات واكبر دليل هو شنقريحة المعين بالنيابة يعني القادية التعيين بالنيابة لديها الكثير من الدلالات يعني حتى الآن ربما لا تفقوش على أن شنقريحة هو الذي يأخذ هذا المنصب ومعين غير بالنيابة يعني بحالة نقولون بما يقرروا الجنرالات ما سيكون وما هو وهذا يعني الرئيس الجزائري مجرد موظف عند الجنرالات وعند مخابرات الجزائرية وهو طريقة يحاول وجهة الأنظار للحراكة للخارج أنا صراحة كنت أشعر بهم كي يبقى فيها أعرف ماذا يعبرك حتى 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 غير حتى اليوتيوبر الذين نظروا معك وتفرج فينا وتردع لنا ونردع عليك رأي شيء مهين أنا مرة أخرى كنت أعادت بالحراكة الجزائري أن هم تميكو وما تنتقدوش الرئيس في محاولة والتي يعمل فيها رأي خطيرة جدا ونريد أن نوضعها في ليبيا من جهة الشرق ونريد أن نوضع أيضا من جهة الجنوب المغربي لأن الشعب الجزائري خاف ويتفكر أن هو عنده واحد عادو خارجي الذي هو المغرب أو حفتار أو هذا يجب أن نتوحده ونجعله الرئيس يختام ونجعله اسمته ونعوده يبدل الدستور كما يجلبه يبدل الدستور كما يجلب الرئيس الدستور الدستور الجزائري يبدل خمسة مرات ويقومون يتعاودون في الدستور يجب أن تزولوا بعد اللافتة تنزدوا بهم الخسارة الأموال الطائلة التي يخسرها هذا الرئيس والديبلوماسي والجنرالات على البوليساريو هذه الأموال الجزائريين وقد تدخل هذه الأموال في القضية بعيدة عن الإنتمامات الجزائرية يعني أنني نعادي المغرب على الجنوب وأنني نساهم في تقسيمه ما سيربح الجزائريين الشعب الجزائري لديه مطلب واحد هذه الساعة مدنية في مقابلة الرئيس الجزائر مع صحيفة خارجية لوفيغارو الفرنسية تدخل المغرب بعض المرأة كما تقولون لهم كثيرا حول السادانة وضرب الدالمين بالدالمين المهم عبد المجيد أشد بماكرون وبدأ يمدحف ويأكد تبعية لفرنسا بحالة لم يكن هناك صحف العربية أو الإنجليزية أو التركية أو الروسية أو أمريكية هناك الكثير من صحف يمكن أن يتوجه لهم وأن أعطي الكلام لذلك الصحيفة وليس ضروري أن تذهب إلى صحيفة فرنسية وبدأ نبدح وكما تقولون في المغربين نحس أن الماكرون يرد عليها يعني ضروري أن تذهب إلى ماما فرنسا لتعطي أول صريحة للصحيفة الخارجية المهم من النقطة في المغرب قال لك نطورهم طريقة عمل وتركيب السيارات وهنا أذكر المغرب وقال أن المصانع المتطورة السيارات في المغرب وكيف يتركبون وكيف يتصنع السيارات والسرعة والعادة السيارات التي يتصنع أو تركبون في الساعة كبير بثاف ولم يرى الجزائر لأن الجزائر لديهم شيء قليل لا تحتوي التكنولوجية لا تدوز لهم بشكل يدرون حيث نمسك لا يتعلمون بشكل يدرون مع المغربة وكيف يتصنع المغرب هو المغرب في المجال السيارات وزيد قال أن هناك مغربي في فرنسا الذي يمنع الشركة الفرنسية أنها تسقر في الجزائر كيف أريد أن أعطيك سراحة قمت سكيزوفرينية ما سنقول هنا لأن المغرب يخسر المليارات ويرشيد الدول ويعطي طيارات خاصة البوليزاريو لتعادي المغرب وتحاول تقسم المغرب ما غير ربح الشعب الجزائري من خسارة المليارات على البوليزاريو هي قادية لدي الأمم المتحدة ويجعلهم عند أمم المتحدة أنتم مستدفين في الأرض لا يجازيكم تصرفوا على المغربة وتعطيهم وتوكلوهم وتشربوهم شكرا لكم ونشكركم هذا المنبر تصرفوا على المغربة وعلى بعض المرتزقة معهم تمام خلطين الماء وأقلية مغربية وأكثرية مرتزقة لذلك لذلك البوليزاريو لا ترفض الناد لأنه عارفة بأن العدد الكبير للصحراويين راكينين في المغرب وعيشين في البلاد ديالهم في سلم وسلام وحرية ومفرازك الرئيس أنك يدعمك للبوليزاريو تخسر المغرب بلوث صحيحة تضرب الشعب المغربي اللي محتاج كل درهم لكن الحمد لله رغم الأموال طائرة التي تمشي في القضية الصحراء لا تمشي شباءا من طراء تمشي في الوحدة الطرابية وحنا الحمد لله وشاكرينو وغادين مزيان وحسن من دول بيترولية غازية حتى تشترون لما صبات تقولوا بأن المغرب يحبس عليكم وتقولوا بأن في الإعلام أو بلاغ السياسة أو الحكومة أنكم تقولوا المغرب توجد الغمام إلى أوروبا لكي لا يدوش على الجزائر لا يدوش في الجزائر نستطيع أن توقع القضية وإذا لم تقبل الحمد لله بحالة كما تقولوا عالية عليكم تحاولوا تضربونا بالحجر ونردو عليكم بالتمر وغادين في المصار وليس يشرب كوكا باردة في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو يشربوا المسخون في الصحراء على قدر صفاء النواية تأتي العطايا خاصة من القلب لأعزائي عبد المجيد والملوك اللي مخدمينه في الجزائر والدباب والخنافس كان معكم حاسم قناة غو كانفو السلام عليكم